قال تقرير صادر عن المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي إن الصراع السياسي بين الميليشيات على منابع النفط في ليبيا أدى لخسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني الليبي واعتبر التقرير الذي يرصد اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن اعتماد ليبيا التام على النفط أضر كثيرا بالبلاد خصوصا وأن الصراع العسكرية المستمرة منذ سنوات ضرب حصارا على موانئ ومرافئ النفط مما أوقف الشريان الوحيد للحياة الاقتصادية واعتبر التقرير أن إغلاق بعض القبائل للحقول الحكومية أدى إلى فقدان لإرادات بسبب التمرد وبسبب عدة هجمات على مرافع النفط على مدى السنوات الأربع الماضية كما واجهت حقول النفط الليبية أضرارا فادحة في البنى التحتية الرئيسية ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية بنسب مؤثرة في الدورة الاقتصادية بشكل حاد وتشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن سيطرة الميليشيات على مرافع النفط الرئيسية راسل نوف، السيدر، الزويتين والبريغ لمدة ثلاث سنوات تقريبا قد كلف ليبيا أكثر من 100 مليار دولار من الإرادات المفقودة وكانت ليبيا قد أنتجت أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا من النفط قبل الانتفاض في عام 2011 لكن هذا الرقم انخفض إلى حوالي 380 ألف برميل يوميا ومن بين مدن ليبيا لحقب بنغازي أعلى معدل للأضرار في المباني بسبب الحرب وهجمات الميليشيات ويغطي تقييم الأضرار 13 مجالا في بنغازي عن طريق صور الأقمار الصناعية على فترتين في شهر أوسطس 2015 ثم في أبريل 2016 وحدد التحليل ثلاثة أنواع من الأضرار في المباني بلغ نسبة المدمر منها 75% حسب التقليل الأممي